وللمزيد من النقاش حول مخاوف العراقيين من منح الجنسية على نحو عشوائي أو لأغراض سياسية ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي السيد عبدالقادر النايل مرحبا بك معنا سيد عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام كما تلاحظ ما يزال خبر تجنيس باكستاني في العراق يثير مخاوف العراقيين من أنه قد يكون حالة من العديد من الحالات رغم تأكيد وزارة الداخلية هناك بأن التجنيس أو قانون التجنيس معقد لماذا تثار هذه المخاوف؟ هل هي ناجمة عن عدم الثقة بالجهة الرسمية أم لماذا بالضبط؟ من المعلوم تماما أن عملية تغيير التركيب السكاني للعراق هو هدف استراتيجي ما بعد الاحتلال عام 2003 وبالتالي هي ليست مخاوف هي وقائع حقيقية نحن شاهدناها بأم وعيوننا والمناطق والعشائر تعرف بذلك من ضمن المحافظات كلها وبالتالي تجنيس الأجانب في العراق بدأ منذ عام 2007 إلى يومنا هذا والحركة مستمرة بهذا الإطار وتسهيل الإجراءات الحكومية للغرض الوصول إلى تغيير التركيب السكانية ولذلك على أساس طائفي ولذلك حقيقة أخر التعداد السكاني إلى بعد أن تم أصدار البطاقة الموحدة لإطلاف شهادة الجنسية لأن شهادة الجنسية العراقية غير الجنسية لا تمنح إلا للعراق الأصلي يعني بما معنى أن هناك مجنس لا تمنح له شهادة الجنسية وبالتالي حتى يذوبون هذه القضية ألغوا الجنسية العراقية والشهادة الجنسية وعملوا على البطاقة الموحدة لدمج هؤلاء الذين تم تجنيسهم في العراق من أجل إخلال التركيب السكانية المخاوف هي ليست على التجنيس فقط إنما هناك هدف استراتيجي إيراني لتغيير العراق نحو أقلية عربية وليس فقط بإطار أكثرية ضد المكون السنة وإنها أن يراج من العراق أن لا يكون عراقا عربيا وبالتالي التجنيس محصوب للإيرانيين والباكستانيين ولأصحاب العقائد المعروفة على أطر طائفي ولذلك حقيقة أقول لك أن من الخيانة بمكان السكوت عن هذا الملك على العراقيين أن ينتفذوا ضد هذا التجنيس الذي يستهدف قوية العراق ما شروط منح الجنسية أستاذ عبدالقادر قرأنا قبل قليل في الخبر أن عاما واحدا من الإقامة يكفي للحصول على الجنسية هل هذا معقول؟ هذا هو القانون الجديد الذي تم إصداره وهو سار المفعول ولذلك العملية أقول لك في عملية تسارع لماذا صدر هذا القانون سنة واحدة؟ لأن الأعداد الكبيرة مئات الآلاف التي تم تجنيسها سابقا يراد أن يكون أضعاف مضاعفة في الأعداد القادمة حتى إذا وصلنا إلى التعداد السكان الذي تروم السلطات الحكومية إجراءه في هذا العام للوصول إلى تغيير التركيبة السكانية وديالة قبل عدة سنوات تم الكشف عن 4000 مجنس إيراني هنا السؤال يقول لهؤلاء الأطراف السياسية إيران هم سكنوا فيها أكثر من 20 عام وقاتلوا معها عسكريا وأدخلتهم في جوجها وباعترافهم لم يمنحهم جزيا إيرانيا إذن لماذا هذه العجلة في العراق؟ إذن يراد للعراق أن يكون بؤرة لتجميع الميليشيات الإيرانية فيه ليكون حقيقة غدة سرطانية في المنطقة هذا الذي يريد أن يكون للعراق وهذا المخطط الشرير الذي تقوده إيران من خلال تجنيس الميليشيات ميليشيات أفغانيون قاتلت معها والآن تقاتل معهم في العراق وتقاتل في سوريا ولبنان واليمان لكن إلى هذه اللحظة التحدى أن يأتي قرارا إيرانيا بتجنيس شخصية من لواء زينبيون الأفغاني في إيران لكن في العراق بدأوا من خلال إقامة سنة يمنحونهم الجنسية العراقية وبالتالي يتم تجنيسهم ومنحهم قطع عراضي ويعاملون كمعاملة عراقي بشكل واضح بينما يطردون الفلسطينيين ولم يمنحهم الجنسية أو الجواز العراقي وهم يعيشون من عشرات السنين في العراق هذه حقيقة يؤكد على أن المشروع يراد من خلاله تحويل العراق إلى ساحة خلفية لميليشيات ومجرمي إيران ليكون العراق مغير في التركيبة السكانية بهذا الإطار ذكرت قبل قليل أن مئات الآلاف جرى تجنيسهم هل هناك إحصائيات مؤكدة بهذا الإطار أم أنها تقديرات قد لا تكون مؤكدة لا لا القضية فيها تأكيدات لأننا نتكلم عن البصرة ونتكلم عن ديالة ونتكلم عن بغداد ونتكلم عن النجف في كل سنة يكتم تحديد طلاب الحوزة ويعطاهم الجنسية العراقية وطبعا هذه القضية أيضا لا توجد في دول العالم الطالب كما يعلم أن إقامة الطالب هي ليست إقامة للتجنيس إنما إقامة لإكمال دراستي في كل دول العالم أحيانا الطالب يتأخر في الدولة المعينة الأوروبية التي تفتح باب التجنيس لم تفتحها للطلاب طلاب الطبية في لندن يبقون مقيمين أكثر من 9 سنوات لكنهم لا يمنحون لا الجنسية البريطانية ولا التجنيسين يعودون مع أن غيرهم أربع سنوات يحصل على الجنسية في طول الأوروبية لأن وضعية الطلاب هو مقيم للطلاب إلا في العراق فإن طلاب الحوزة من دول كل الطلاب ويتم منحهم من السرة الأولى والسرتين الأولى الجنسية العراقية ويتم منحهم قطع عراضي ولو رأيت الأحياء السكانية التي تبنى بشكل بذخ وبدور فارهة لهؤلاء الطلاب لرأيت العجب وما بين النجفيون يسكنون في زقاقات أكل عليها الدهر وشرب وضيق تماما وهذه الأحياء للطلاب الأفغانيين والباكستانيين كالحي الذي يشرف عليه بشير الباكستاني لا حتى الكهرباء لا تنقطع عنهم لماذا هذه الامتيازات الرفيعة أستاذ عبد القادر؟ لماذا يعني يعطى الجنسية ويعطى أيضا معها قطعة أرض وكما تتفضل خدمات متوفرة؟ لأنهم يريدون حقيقة استبدال السكان الأصليين العراقيين سواء كانوا شيعة أو سنة بهؤلاء الطائرين الطائفين لأنهم يوالون ولاية الفقير وبالتالي تدريجيا ما بعد 10 إلى 20 عام سيتحول تلك المحافظات بعدم وجود العرب فيها وتكون المحافظات الجنوبية بأقلية عربية وبالتالي سيكون هؤلاء كلهم من الموالين لولاية الفقير وبالتالي يتكلم عن مجتمع وهي أخطر من القنبلة الذرية عندما تتحول الجغرافية السكانية إلى أناس كلهم ينتمون إلى ولاية الفقير وبالتالي تدريجيا سيتحويل العراق إلى ولاية الفقير نعود لموقف المجتمع العراقي أستاذ عبدالقادر كيف يبدو موقف المجتمع؟ كيف ترصده؟ هل هو فعلا موقف قوي تجاه هذه القضية؟ أم أنه يتعاطى معها مثل تعطيه مع باقي الملفات المهمة؟ لا بالتأكيد يعني أنا فقط أعيد الجواب لحضرتك أن المئة ألف أو المئات الآلاف الذي نتكلم عنها من خلال إحصائيات مديريات الجنسية في المحافظات عندما نتكلم أنه في ديالة يعني 8000 أربعة ألاف قبل سنتين والآن نتكلم عن النجف وصل لبرحلة التجنيد في أكثر 20 ألف وهكذا البصرة 25 ألف جرى تجميع هذه الأعداد ليتكون لدينا أنه أكثر من 200 ألف تم تجنيتهم لعغاية 2013 ما بعدها الآن بأكيد يعني الضعف خلاسية مع القانون بالتجاه سنة واحدة هذا يزيد مضاعفة الأعداد العراقيون يشغلونهم وهذه الملفات يتم طمرها يشغلونهم ملفات يعني ترى أن الإعلام بالعراق المحلي ومواقع التواصل مثلا على سبيل المثال مختلف بها على اختيار رئيس مجلس النواب يتم إشغالهم بعيد الغدير يتم إشغالهم الذي هو العراقيون غدا لن يعترفون به كعطلة هناك محافظات لن تعترف بأن يكون هناك عطلة مفروضة عليها وستمارس حياتها يوم غدا إشغال العراقيين بهذه الملفات إشغال العراقيين بالطائفية بالاختيالات غيب العقل العراقي عن هذه الملفات المهمة والاستراتيجية وبالتالي هم يعملون بهذه الملفات بينما يشغلون الإعلام والعراقيين بوقائع طائفية ووقائعة تستهدف حياتهم وتستهدف الكاربات تستهدف انشغال العراقيين بالحرائق المنتشر الآن وهي حرائق مفتعلة بالتالي تغييب العقل العراقي الجمعي عن هذه الملفات الخطيرة لذلك ينبغي عليه للتركيز وإلا لو رأيت هل يوجد قناة من القنوات العراقية قد تناولت الموضوع قبل قناتكم أنا أدعوك كإعلامي أن تفعل أو أن تعمل رصدا لا تجد هناك قناة تكلمت على التغيير والتجنيس في العراقي بل إنما مشغلين بملفات أخرى هذا حقيقة ما جعل العراقيين ليسوا متنبهين لهذا الخطر الداهم عليهم نعم أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسية سيد عبدالقادر النايل كنت معنا أبرسكايب شكرا شكرا